لا شك أن السيد الصدر خلال هذه العقبة تحديداً خلال هذه المرحلة يعني يدرك تماماً حجم التحديات التي تواجهه التيار الصدري بدءاً من انسحابه من البرلمان وعملية تشكيل الحكومة ووحدات المنطقة الخضراء وما رافقتها من تداعيات خطرة قد تشكل تهديداً واضحاً للتيار الصدري وبالتالي ظهور هذه الجماعة في هذا التوقيت تحديداً هو امتداد لعرقلت مسيرة التيار الصدري من حيث الإصلاح ومن حيث النهوض بمؤسسات الدولة وشعارات اللي رفعها خلال هذه السنوات على الأقل الثلاثة الأخيرة وبالتالي يدرك جيداً سماحة السيد مقتدر الصدر مو بس جماعة أصحاب القضية كثير من المسيئين اللي يحاولون يصنفونهم في نفسهم كتصنيف أنهم من أتباع وانصار التيار الصدري ويمثلون إساءات حقيقية من حيث التجاوز أو التعدي على المواطنين أو التعدي على المال العام أو على مؤسسات الدولة وبالتالي هؤلاء قد يكونون مدفوعين من قبل جماعات معينة لتشويق سمعة التيار وبالتالي نشوف بين الفينة والأخرى التيار الصدري من قبل زعامة سماحة سيد مقتدر الصدر ينزل تبرئة من هؤلاء الذين يمثلون إساءات وبين فترة وفترة نشوف أن مجموعة من الأسماء تطلع بها تبرئة من سماحة سيد مقتدر الصدر وهؤلاء يقول عنهم أنهم لا يمثلون تيار الصدر بالتأكيد وجود فوضى بمواجهة الحكومة من خلال صراع مسلح إلا أن هذه المحاولة باقت بالفشل وحتى هناك من يدعم هؤلاء حسب تغريحات وتسريبات هذه النقطة سماحة سيد اللامي الفوضى هل كانت فعليا متزامنة بذكرى إحياء مراسم اختيال سماحة سيد صدر قدس الله سره أم ماذا أم أين نعم هو السؤال هم يدركون تماما أن هذا النهج أو التصرف اللي يقوم به هو بالتأكيد لا يرضي سماحة سيد مقتدر الصدر وبالتالي هم أرادوا أن يخلقوا هاي الفوضى تحديدا مع هاي المناسبة لأنهما كانوا من أتباع التيار الصدري فبديهيا يعرفون شيريب السماحة سيد مقتدر الصدر شنو الخط اللي يمشي عليها ما ما أقوله يعني واحد من ضمن التيار معين وما يعرف مبادئ هذا التيار والخط الفكري والعقائد لهذا التيار وبالتالي تصرفهم بهذه الطريقة واضح لكل المراقبين والمتابعين بأنه كان التزامن هو لخلق إثارة مواجهة أو لإضعاف التيار الصدري أو تشويه خطه أو نهجه الفكري والعقائد ترجمة نانسي قنقر